في عالم يقوده العمل والإصرار على تحقيق التقدم هناك سواعد تحقق الأمل وتبني المستقبل فاستحقوا يوم عيد بمثابة شهادة تكريم لسواعد تبني رخاء أمتنا وفي جمهوريتنا الجديدة حرصت الدولة على تعزيز علاقات العمل والالتزام بالمعايير الدولية وفي عام 2023 تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العملة إلى وزارة العمل واستمراراً للدور الفاعل لوزارة العمل تسعى الوزارة إلى سرعة إنجاز مشروع قانون العمل بعد طرحي على الحوار المجتمعي عشان يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار وتنفيذ لتوجهات القيادة السياسية أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 واللي بيجسد العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص واللي نجح حتى الآن في جذب أكثر من 900 مركز تدريب مهني خاص من كل المحافظات وخلال الفترة الأسيارة دي تم منح 100 مركز منهم تراخيص للعمل وكمان المشروع بيستهدف تدريب مليون متدرب سنوياً لتأهلهم وتنمية مهارتهم مع احتياجات سوء العمل في الداخل وخارج مصر ومنح هؤلاء الخرجين شهادات مستوى مهارة حقيقية وفي شهر مايو الجاري سيتم الإعلان عن أول دفعة لمخرجات المشروع بـ 100 ألف خريج المشروع المهم ده تم إطلاقه عشان تستكمل به الوزارة خطتها لتطوير منظومة التدريب المهني اتبع عليها من خلال 75 مركز تدريب مهني سابت ومتنقل لتدريب الشباب على المهن اللي بيحتاجها سوء العمل بالإضافة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع شركاء العمل والتنمية قدمت فيها الوزارة منح مجانية لتدريب أكتر من ألفين شاب وفتاء داخل معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية وزارة العمل بتشارك بشكل كبير مع كافة مؤسسات الدولة في الحد من البطالة اللي ترجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% عام 2024 بفضل المشروعات القومية العملاقة على كل شبر في أرض مصر أبنائنا من ذوي الهمم كانوا على رأس أولويات الوزارة ونجحت أنها توفر لهم ما يقرب من 14 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2023 والحد النهاردة كمان الوزارة عندها تسع مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بتحمي وطرع حقوق ما يقرب من 5 مليون عامل وبتساهم في توفير فرص عمل لائقة لهم في الخارج وبتوجهات الرئيس السيسي بتستمر برامج الحماية والدعم والرعاية للعمال وكان دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات اللي صرف منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن إعانات أجور للعمال بقيمة 2 مليار و217 مليون جنيه استفاد منها 423 832 عامل في 3985 منشأة فضلاً عن الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة عن طريق 6 منح سنوية ووصلت الوزارة جهدها في تقديم برامج لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً بالجهد والعمل على تلك الأرض الطيبة تسعى الدولة لتحقيق حياة أفضل لعمال مصر وتتوالى إنجازات وزارة العمل كما يليق بصرح وطني كبير يهدف إلى الاستمرار في صياغة بيئة عمل لائقة تحت ظل جمهورية جديدة تم بناؤها بسواعد وعمال مصر الشرفاء حيو العمل ملناش خلاص بنبقى صف بنشتغل ولا يوم هنيقس أو نسلم للكسل حيو العمل حيو العمل حيو العمل كل ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل والله حلم بلادنا بذينا التمل حيو العمل حيو العمل كل المكان يفضل يدور خليك كده بشغلك فكور بقدينة ننها الدنيا نور شق الجبل والحد في صف عم البلدنا من زمان شغل وطعب صبري وإيمان حيو العمل انتاك يروح مليون مكان مكتوب على مصنف مصنف حيو العمل كل ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل والله حلم بلادنا بذينا التمل حيو العمل حيو العمل حيو العمل